اشتركوا في القناة مهم أن نعرف أنه لكي ننجح في هذه المرحلة من التعامل مع الفيروس يجب علينا جميعاً أن نأخذ بجميع الإجراءات الاحترازية التي تكلمنا عنها من بداية الجائحة وبالأخص في هذا الوقت مع زيادة عدد الحالات وعدم الاستهتار أو التراخي بها حماية لأنفسنا، لعوائلنا ولمجتمعنا ما زلنا نعول على وعي المجتمع وإحساسه بالمسؤولية تجاه نفسه وعائلته ووطنه في التعامل مع هذا الفيروس والوعي بمخاطرة فالالتزام المسؤول بكافة الإجراءات هو عنصر فعال وفاعل في تجاوز هذا التحدي وحفظ الصحة وسلامة الجميع التي هي أولوية قصوى في مملكة البحرين مهم أن نركز على أنه بغض النظر سواء تم اكتشاف حالات جديدة من الفيروس المتحور أو الحالات القائمة بفيروس كورونا كوفين نايتين الإجراءات الاحترازية هي نفسها ولا تختلف وبالتالي فإننا نشدد على ضرورة الاتزام بالإجراءات والتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس الكورونا أو السلالة متحورة منهم فالطرق كما ذكر سادة المتحدثين وإجراءات الوقاية من الفيروس المتحور هي نفسها والتي نحث على الاتزام بها في جميع الأوقات وهي استمرار غسل اليدين وتعقيمهم باستمرار وتعقيمهم جيدا لبس الكمامات بالطريقة الصحيحة وهذا جدا جدا مهم التقيد بمعايير التباعد الاجتماعي بالإضافة في نفس الوقت الإقبال على أخذ التطعيم إلى الأشخاص اللي ما سجلوا وأخذوا التطعيم في هذا الوقت كما ندعو ونرجو من الجميع البقاء في المنزل وعدم الخروج إلا للضرورة وخصوصا عند الرجوع إلى المنزل وإذا كان عندنا في البيت أشخاص هم كبار السن أو إنهم من أشخاص اللي عندهم أمراض كامنة أو أمراض مزمنة يجب اتخاذ جميع هذه الإجراءات الاحترازية معهم حفاظا على صحتهم وعلى سلامتهم ونجدد التأكيد على ضرورة الابتعاد عن التجمعات واختصارها على الأسرة الواحدة فقط والمحيط الاجتماعي المباشر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة